جار الجدة فرفورة بجوار مسورة صرف كبيرة في طرف المدينة كانت الجدة فرفورة تسكن وحيدة في بيتها بعدما غادر أبناؤها وتركوها تكمل حياتها وحدها ففكرت بأن تؤجر غرفة في دارها ترى من سوف يصبح جارها بعد دقائق دق باب الجحر طق 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 فتحت الجدة فرفورة فوجدت جرذ مجارير كبيرة قال الجرذ مع ابتسامة عريضة مرحبا بك سيدة فرفورة تفضلي هديتي ولك مني تحيتي هل تسمحين بأن أصبح جارك وأسكن في دارك؟ أخذت الجدة فرفورة باقة الجزر والبصل وقالت قبل أن أجيب عن سؤالك أين ستقضي نهارك؟ رد الجرذ بفخر أقضي نهاري في المرحلة الأولى من مسورة الصرف الصحي عند المصفات الكبيرة عليها أصناف وفيرة تصفي مياه البلوعات المليئة بالخيرات من مواد صلبة العائمة وورق وأقمشة وأطعمة شعرت الجدة بالقرف وقالت يا له من الترف هنيئا لك بالطعام الكثير وخيرات المجارير تعني أفكر ربما تكون أنت الجار وتسكن في الدار انصرف الجرذ وترك الجدة فرفورة تنتظر ضيفا آخر ترى من سيكون الضيف التالي والجار المثالي بعد دقائق دق الباب طق 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 فتحت الجدة فرفورة فوجدت فأر مختبر يحمل عطرا معتبرا هو يقول لها أرحبا بك سيدة فرفورة تفضلي هديتي ولك مني تحيتي هل تسمحين بأن أصبح جارك وأسكن في دارك؟ أخذت الجدة فرفورة العطر وقالت على الفور قبل أن أجيب عن سؤالك أين ستقضي نهارك؟ رد فأر المختبر أقضي نهاري على حوض ترسيب الشوائب حيث يترصب الحصى والرمل الدائب أشم المواد الكيميائية والبكتيرية التي تحلل المواد العضوية وتجعل صحتي قوية وقد أحضرت لك بعضا من رائحتها الزكية سدت الجدة أنفها بكفها وقالت ايش؟ يا لها من رائحة لما شم مخلها دعني أفكر ربما تكون أنت الجار وتسكن في الدار ايش؟ انصرف فأر المختبر وترك الجدة فرفورة تنتظر ترى من سيكون الضيف التالي والجار المثالي بعد دقائق دق الباب طق 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 فتحت الجدة فرفورة لتجد فأر هامستر لون فروته أبيض وأحمر قدم لها حلو السكر وقال لها مرحبا بك سيدة فرفورة تفضلي هديتي ولك مني تحيتي هل تسمحين بأن أصبح جارك وأسكن في دارك؟ أخذت الجدة فرفورة منه حلو السكر وقالت وهي تفكر قبل أن أجيب عن سؤالك أين ستقضي نهارك؟ رد الهامستر في أحواض الطرد المركزي حيث يلف الماء لطرد الدهن والشحم باستمرار وعدور معه طوال النار قالت الجدة فرفورة يا لها من عيشة مريحة وحياة مستريحة تعني أفكر ربما تكون أنت الجار وتسكن في الدار انصرف فأر الهامستر تاركا الجدة فرفورة تفكر من منهم سيكون جار الجدة فرفورة يا ترى؟ دعونا نكمل ونرى ذات نهار بينما كانت الجدة فرفورة عندما صب المصرف انزلقت قدمها في النهر وجرفها التيار صاحت الجدة العجوز انقذوني ساعدوني سمعها الفئران الثلاثة وأتوا مسرعين قال جرذ المجارير لن أحاول البضع خطير سأهرب بلا تفكير وقال فأر المختبر الماء عكر لو نزلت سيزول عني العطر وقال فأر الهامستر لن أحاول لن أحاول فالتيار شديد سيجرفني بالتأكيد تعلقت الجدة بفرع شجرة بصعوبة ساعدت نفسها ونجت بأعجوبة ثم خرجت تطارد الفئران الثلاثة وهي تصيح خذوا هداياكم لا أريد أن أراكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة